المسيح قام سلام المسيح أخوتي ربي بيركوا نهار مبارك في نوعين من الموت في موت جسد حتى يسوع قادر أوام ثلاث أموات من الموت وفي موت روحي ابني هذا كان ميتا فعش والخطيئة إجرد كل خطيئة هي موت لكل إنسان عم بعيش الخطيئة هو شخص ميت روحياً لماذا؟ لأنه هو ابن آدم ابن آدم ابن آدم منيتا هو تحت اللعنة تحت حكم الموت وإذا الشيء نشوفه بحياتنا مشاكل تعب لعنات ما في بركة لحياتنا مرض ما في سلام في فراغ في هم في قلق في طير إشياء بتعب وإلا تصول أنا بنتحر أخر شيء لماذا؟ لأنه أجرد كل خطيئة هي موت ولأنك أنت تحت سلطان الموت بحاجة لكيامي من هاي الموت الكيامي من هاي الموت هي سبب مدخل الكيامي بحياتك تيقوم المسيح بحياتك وصير تقول المسيح قام حقاً قام ونحن وشهد لذلك هي إنك توب عن خطيئتك وترجع تطلب الرب بقول ارجعوا إلي أريع إليكم اقتربوا مني اقتربوا منكم منشان هيك اليوم أنت بحاجة لتوبة حقيقية تنتهي مشاكلت المشاكل ما بتنحل بي محامي المشاكل ما بتنحل بحكيم المشاكل ما بتنحل بطرقك لو بنا تنحل ما كانت نواجدت الآلم كله حكينا كل البشرية بالكون حتى بيقولوا حقوق الإنسان مما كان يكون مما كان فيه جمعيات خيرية وجمعيات الحقوق الحيوانية كل انتحت حكم الموت ما حدا عنده حل إلا شخص الرب يسوع المسيح بيصلبه وقيامته من الأموات لأنه نهى نهى حكم الموت هالبشرية كلها لكن أنه بالمسيحية ما في يأس إيه الحالك ليش يقسين نقصك طوبة الياأس ما بيروح من إذا بلت زبط أو إذا دبرت شغل أو إذا طلقت أو إذا طلقت أو إذا جوّسي أو إذا جوّزت أو إذا مربحت ورقة لوتو مثل ما بيقولوا أو إذا تغير القانون باللبنان لا 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 الياأس بيروح من طوبة والرجوع إلى الله هونيكي ما في ألم ما في وجع هونيكي في بلد تاني اسمه ملكوت الله هونيك في وفرة في كل شي ماشي تمام وفي نجاح في إزدهار وفي بحبوحة وفي بركة نؤمن وفي شفاء وفي فرح ونحن شبوت على ذلك لأنه حيث يكون يسوع ملك الملوك ما بيكون في ظلمة بيكون في نور والظلمة وفيها وفيها أكسيدونات ومشاكل لأنه واحد بالظلمة يمتع أعمى العامى ومعنا ومع كل المشاهد هم يحضرنا آمن أنه المسيح هو معك حي لأنه كل مجتمع اثنين أو تلاتي كون أنا بالوسط هو معنا وقام من الموت وسيكيم كل من يرجع إليه بتواضع وتوبة ويرجع مثل الأطفال أنه يا رب توبني تتوب مين عم بعرف توب تواضع وقاله يا رب توبني تتوب لكن آخر عدو عند الإنسان هو الموت في أشخاص عم بيبنوا مستقبل هالأرض وفي أشخاص عم بيبنوا للملكوت بقى اليوم كل الإنسان عم بيبني مستقبلوا هالأرض أنا بدي أقول له حبيبي الإنسان مثل البخار والإنسان مثل البخار يظهر قليلا ثم يختفي وماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله ما تبني حبيبي مستقبلك هالأرض لأنه أيامك قصيري جدا خلونا نبني سوى بالملكوت لا تكنزوا لكم كنوز في الأرض لكن اكنزوا لكم كنوز بالسماوات مشين هاك اليوم أخواتنا في أشخاص منشوف كل العالم لأي شي تحت سلطة آدم الإنسان العطيق الإنسان القظيم هو عم بيبني مستقبله أما الإنسان اللي صار قيامي بحياته صار عم بيبني لملكوته كل إنسان إسا ما اختبر الرب يسوع بحياته عنده إله اسمه المادة أما اللي بيختبر الرب يسوع بيصير المادة تحت أقدامنا بيصير هو الإله الوحيد بحياتنا كل إنسان هو تحت سلطة آدم والظلمة بيطلع بنفسه بيصغر نفس بيكره بيبغض منو شايف حاله مش محبوب مش حلو ما إله قيمة صغر نفس أما اللي بيختبر كيامة الرب يسوع بيشوف حلو إنه هو ابن الوحيد عند الرب هذا هو ابن الوحيد اللذي بيهي سلور بيصير محبوب يحب حيله نظرتك لعادئك تتغير نظرتك لعائلتك ينامل نظرتك لكل شي للطبيعة نظرتك لكل شي بيصير بالحياة تتغير بشين هيك اليوم بكيامة المسيح كل شي لازم يتغير بحياتك هل اختبرت كيامة المسيح اليوم بحياتك بيقول برسالة كورانتوس الأولى 15 أي 17 ولو لم يكن المسيح قد قام لكان إيمانكم عبسا ولكنتم بعد في خطاياكم لكن اليوم في فرق اليوم إنك تختبر كيامة المسيح بحياتك وفي فرق إنك تسمع عن كيامة المسيح أنا ما بديك تسمع عن كيامة المسيح أنا بسمع إنه بغير بلد في مثلا كاهرة مشهورة بالرز أنا بسمع إنه القاهرة مشهورة بالرز بس ما عندي رز لشو بسمع إنه المسيح قام من الموت بس أنا السيني بالظلم لشو وإبليس بيعرف إنه المسيح قام من الموت لشو ما بيفيد إنك تقول المسيح قام حقا قام وإنتي عايش باليأس تحت سلطة إذا ما صار تغيير بحياتك اليوم أنت سئل حياتك المسيح قام بحياتك يعني ما نيت إيجال أنت تبت تغيرت الأشياء العتيقة قد مضت وهي الكل قد صورها جديد شو الجديد إنك كنت يأسين بطلت يأسين كنت همت إيش بمشيكل بطلت في عندك مشيكل ليش لأنه عندك المسيح بشخطورة سفينت حياتك في سلام في فرح في راحة في حب أنت وين اليوم وين موجود موجود تحت إدم أو بالملكوت موسيقى